اشتركوا في القناة المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة للهوات ميداليتين ذهبيتين واربع ميداليات فضية في انجاز تاريخي غير مسبوق في مشاركته بنسخة الاولى لبطولة افريقيا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهوات والتي نظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بجنوب افريقيا في الفترة من الاول حتى ثاني من سبتمبر وقال سمه ان رياضة البحرينية تحظى برعاية ودعم كاملين لدن القيادة الحكيمة من ايمانها الراسخ باهمية دعم هذا القطاع الحيوي الذي يقدم شريحة كبيرة من الشباب والذي بدوره يعتبر رفدا حقيا لظهور المواهب الرياضية التي يمكنها بل يمكنها تحقيق المزيد من النتائج المميزة على مستوى مشاركاتها مع المنتخبات الوطنية بمختلف المحافل والبطولات هذا وعرب سمو الشيخان بن حمد عن الفرح والسرور بهذا الانجاز المشرف للمنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة للهوات مضيفا سموه انه يدل بصورة واضحة على التحضيرات القوية التي خاضها المنتخب استعدادا للمشاركة في هذه البطولة والتي كانت حصلتها ميداليتين ذهبيتين وأربع ميداليات فضية حيث تعتبر هذه النتيجة هي المحصلة الأعلى من بين المشاركات السابقة التي خاضها المنتخب منذ عامين ونصف العام وشهد سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد البحراني لفنون القتال المختلطة من أجل تنفيذ كل ما تتضمنه الخطة التطويرية التي رسمها سموه لتكون خريضة الطريق للاتحاد نحو بلوق الأهناف وتطلعات وقد هنأ سموه أفراد المنتخب على هذه النتيجة وعرب سموه عن فخره واعتزازه بما يقدمه مقاتل المنتخب ببطولة أفريقيا المفتوحة والذين شرفوا البحرين في هذا المحفل تجمع رياضي الدولية